كما هو معلوم القطع النحيسية يعانيه بشكل كبير في ظل الغزو ديال المنتجات الصينية وفي ظل أيضا اكتساح ديال آلة الليزر للقطع أنفاس بريس أعدت هذا الروبرتاج تدعيس ديال الجائحة للشغيلة التقليدية في المغرب بشكل عام غير مسبوقة لأنه قطع غير مهيكل قطع كيعيش مع أشكال ديال العمل اللي هي تقليدية معروفة وسائل ديال العمل التقليدية كانت واحد تدعيس واحد الإنعكاسات جد خطيرة غير مسبوقة لاش؟ كان حالات ومظاهر الشيماعية كبيرة تمظهرات من خلال هالإزمة ديال كورونا حالات ديال الطلاق الصنع التقليديين حاليا لا يجيدون حتى ما يسدوا رمقهم كان اللي حاليا باقي لأبناء دياله مالتحقوشتها بالمدرسة العمومية مهم واحد تدعيس غير مسبوقة كيعيشوا الصنع التقليديين لإعكاسات ديال كورونا بمقارنة بجميع القطاعات الإقحم ديال الآلة ديال الليزر القطاع يعتبر من المكونات ديال الهوية الوطنية والثورات المادية للمملكة المغربية هذا الإقحم ديال الآلة ديال الليزر اضطر بشكل مباشر على الشغيلة التقليدية اللي هي الفئة النحاسيات كالقاوة لأن الآلة الليزر أصبحت تحل محل العمل اليداوي والتهمت فورص شغل الصنع التقليديين حتى قبل الجائحة وفتزمونا مع الجائحة كما هو معروف على أن المغربة لباو النداء ديال المؤسسات ومنهم الصنع التقليديين ولازموا الأماكن ديالهم بينما الآلة ديال الليزر لم تتوقف وظلت تشتغل 24 ساعة ل 24 ساعة والتهمت ما تبقى من فورص الشغل ولما استؤنفت الحجر الصحي وذيك الحجر النسبي اللي الترفع على المغربة أرادوا أن يعودوا إلى أماكنين فلم يجدوا إلا بقايا أطلال نطلب آخر وهو تقديم تعويض مال للصنع قدره ألفين درهم كما تم العمل به مع كل عميلين بالقطاع السياحي هذا المبلغ ديال ألفين درهم خصصته الوزارة بشاركة مع الحكومة في إقصاء واضح ومتعمد للشغلة التقليدية كيف يعقل أن يتم تعويض مقاولات لها من رأس المال ما يكفي في المقابل يتم إقصاء صانع التقليدي البسيط الذي يمتلك سوى قوة عماله يبيعها لكي يعيش يوم بيوم وساعة بساعة كذلك لنا نطلب آخر وهو أن تكون التنسيقية شريكة في هيكلة القطاع كل ما يتعلق بحرفة النحاسيات كذلك لنا نطلب آخر وهو أن يتم فتح تحقيق عاجل وفوري بشكل شفاف وواضح في الخروقات والتلاعوبات التي شابت عملية الترحيل من المدينة العتيقة الصفارين إلى عين نقبي منظر تنسيقيا نعتبرها مشزارة بالرغم أنها مشزارة تم التلاعب فيها بشكل مفضوح عندنا أحد الخطيناق ما هي ذي الكورونا ونحن لا يؤثر علينا بنسمى المرضة الكورونا أنا تنتمنى أن يمرد بكورونا وندوي رأسي أنا من كورونا المرضة الكورونا بصحية هي الأزمة هذه الأزمة قبل كورونا ومنها صناعة التقليدية وكاننا مستغلين صناعة التقليدية على ظهر الصناعة التقليدي تستغلوا صانع تقليدي منهم كين بزاف بالنسبة للمعارض لا تستفج منهم صانع تقليدي بالنسبة لديك صانعة بلادي تستفدوا من نغي واحد الفئة وهما تضربوا واحد الفلوس صحيحة على حساب هذا القطع هذا بالنسبة لديك صانع تقليدي توجد واحد البياسة وتيديها يبيع البازيري البازيري تيقتله وتيبيع ابو حتى من غالي بزاف لأنه يستفدوا منه القيد بالنسبة لديك صانع تقليدي القادية للقيد تيجي تيجي القيد تيجي قيد مثلا عنده قرب لا توقفش عندنا كمحلة صغيرة نصنع تقليديين لتنتجوا البياسة بيدينا لا توقفش عندنا لأن تقول لهم هذه البياسة التي تصوبوا تبيعوا غير الحديد وتيديهم البازير تكبار لكي تبيعوا البياسة مثلا تنصبوا تبيع واحد الثامن مزيان منسبب واحد ثلاثمائة درهم والآن تكون فيها طريف الخمز ومنعك تبيع لتبيع البازيري بواحد المئة درهم لأنه ما هو شثة ثامن للنحاس وتستفد لأنه يأخذ خمسين في المئة والبازيري يأخذ خمسين في المئة براس المال بكل شي يأخذ خمسين في المئة مثلا تبيعوا بثمانمائة درهم ولا آلف درهم يأخذ إلى باع آلف درهم يأخذ خمسمائة درهم والبازيري يأخذ خمسمائة درهم هاتشيرة جارية مفحق صناعة تقليدية صناعة تقليدية جميعهم أصبحهم مضمارين في هذه المدينة العتقة التي كان لها صيط في الصناعة التقليدية وجميع أنواع الصناعة التقليدية منالنحاسيات منها جميع أنواع الصناعة التقليدية بدأت الأزمة ومنين جاءت هذه الجائحة هذه كورونا كملت ولا التفاتة ولا نظرها من المسؤولين لهاذ الناس هذول ويجب أن يكون هناك أسعاد لأن الناس يسعى بمعنى الكلمة هذه الجائحة كورونا ترات بشكل كبير على الصناع التقليديين ودخلتهم في وضع مدى مأزوم جدا لذلك دعين أن يكون هناك تعويد لهم دعين أنهم يتعبروا برسا ومرام غربا لأن كل شراء أغلب الفئة يتعويض على الصناع التقليديين يتم الإقصاء ديالهم على الأقل أننا بش نفكروا في هذه المئنة وفكروا في التراث والتاريخ يجب أن نفكروا كيفية ندمجوا هذه الناس يجب أن نفكروا كيفية نفكروا سياسة حقيقية لذلك نحن نوجه رسالة المسؤولين ونحن نغير هذا الشيء نحن نفكروا حوار مع الوالد الجهاد الفاسم كناس وقدمناه كشبيبات الحزب الشراكي الموحدة في 24 نوامبير 2020 وحد طلب الحوار لحدود اللحظة لماذا لم نعرف الأسباب ونحن نوجه رسالة مرة أخرى عبر الموقع أنفس بريس إلى السلطات المنتخبة أو مهلية يزاقون أطراب كابلة يزاقون الأحزاب السياسية وشبيبات السياسية ويزاقون الجمعية المجتمع المدني ويزاقون كل شيء يكون هذا صناعة التقليدية في مدينة فاس لأننا لا تحتاج إلى الناس ينشلون لا ينسلون من المعلوم أن قطاع الصناعة التقليدية في المغرب عانى بشكل كبير في السنوات الأخيرة من الغزو ديال آلة الليزر وخاصة القطاع ديال النحاسيات اللي تضرر بشكل كبير تابع معنات صريحات ديال الصنع المطالب ديال التنسيقية هي واضحة وبينة وبارزة وأصبح اسمع روفة لدى الرأي العام الوطني المطلب ديالنا الأول اللي هو توقف آلة الليزر وإبعادها وكفيها عن حرفة النحاسية لأننا لا نطالب بإيقاف آلة الليزر لأن لها بفرص يمكن لا تشتغل بينما تبعدنا من الحرفة النحاسية كذلك للمراجعة الاتفاقية التبادل الحر مع الصين لأن الصانعة التقليدية غير لن يستطع الوقوف في وجه البضائع الصينية والغزودية للغزارة التي تعرف الإنتاج هو يعمل بالليزر ويقولون لهم يخدمونها بيدوية سأخدمونها بالليزر في المواكن ويبيعونها بأنها يدوية مخدمة صناعة يدوية لأننا ندخل للمكينة الليزر ونقصي شاباب يعني من يوجد شاباب المكونين في هذه الصناعة من يوجدهم؟ ونحن لدينا القطعة غير مواكلة الصناعة التقليدية لأننا كانت واحد الهائل الصناعة التقليدية ونقصي في الحالي ونحن في النحاسية كانت في الخشب كانت الكثير من القطعة التي تتغذبها من الآلة الليزر في الآلة الليزر الأولى بدأت بأزمة الصناعة الخريضية كان يعمل بالسيد يعمل من نهار في نهار يعمل من نهار لكي يتم تصوير بركة التي تتبه الله فإذا كان الآلة الليزر دخلت ونحن لم يعد وطوازقين بمكينة كل شيء قال إنسان هيك يشوف شغال كيمسين عند الماكينة الليزر والصناع هي قاس في الفندق كي ساين يجيب لهم كي يجيب لهم كي يجيب لتشباه يكون واحد الحل جدري للمشكل الصناعة التقليدية بكل الفئات دياله في المغرب ودلك بناءنا لو واحد النداء واحد مائدة مستديرة كانت توجهتها من سيقير وطني إذا قاد صناعة تقليدية مجحي مألة الليزر كنا أن يجب أن أولا يتم تفكير في الإدماج وتفكير في أن يكون حل جدري ديالة صناعة التقليدية اللي تعرضوا للتشردهم والعائلة ديالهم هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه خص ما يبقاش داك الاحتيكار ديالة الليزر من طرف مثلا الرأس ماليين ومن طرف الناس اللي عندهم شكرة ويتموا الإقصاء ديال مجموع من الفئات دياله أدولات الشعب اللي كانوا في الصناعة التقليدية اللي خدموا سنوات وسنوات وعطوه الكثير الكثير من أجل أن الوطن يزدهر ور أي من أجل أن الوطن يكون يعديوه سياحة قوية ثالثا أننا دعينا السلطات المهلية والسلطات المنتخبة أننا نتفكر في واحد الحوار جديد في واحد النقاش جديد ومجمع في كل الأطراف اللي كان في المدينة ماشي أننا نلقوا واحد الحل حقيقي لهذه المشكلة التي هي الصناعة التقليدية على المدينة فاس وخاصة أن المدينة فاس معروفة بالصناعة التقليدية ومن أهم المد balm في الصناعة التقليدية بشي Pacis ما في المغرب في العالم كامل أن يأتي السوية من كل المناطق العالم من أجل الصناعة التقليدية التي يوجد في المدينة الفاس اتفاقية التبادل الحر مع الصين كانت لها آثار قوية على الاقتصاد الوطني وخاصة القطاع الصناعة التقليدية الصناعة النحاسيات وهو أحد الشرائح الصناعة التقليدية التي دقونا قوس الخطر في عدد من البيانات والبلغات لتصريحات الصناعة الآن لم يبقى المسألة لأنه غير الليزاري الشاغل وقد تدوز المنتوجات المسائل الأخرى أصبحت منتوجات مكمولة تأتي من الصين وتباع في جيل باب الصناعة التقليدية وهذا أمر خطير لماذا؟ لأن المستهلك لا يفرق بين المنتوجات المقلدة للمنتوج الوطني المزورة والمنتوجات الأصيلة المنتوجات الأصيلة أنتم لا ترون في المحل هذه منتوجات يدوية محضة 100% هذه المنتوجات نحضر عبر من بريكم المتميز الرأي العام الوطني في عدم اقتناء المنتوجات الصينية وتفرق بين الأصيلة التقليدية التي تعبر عن أصالة البلاد في المقابل الحضر ثم الحضر من هذه المنتوجات التي تدمر ترات الوطني وتلتهم تؤثر حتى العاملة وعلى فرص شون المطالب ديالة التنسيقية هي واضحة وبينة وبارزة وأصبحت معروفة لدى الرأي العام الوطني المطالب ديالة الأول اللي هو توقف آلة الليزر وإبعادها وكفيها عن حرفة النحاسية لأننا لا نطالب بإقاف آلة الليزر لأن لها بفرص يمكن لا تشتغل بينما تبعدنا من حرفة النحاسية التأثير الذي تؤثرنا بإحنا كصناعة تقليديا للنحاسيات يعني ذلك الإنسان الذي يشتري واحد لما كان من الصين بـ 80 مليون أو 100 مليون هو تعاون الاقتصاد للصين أولا وتعاون العاملة للصين وتقصي واحد صناعة تقليديا لأنهم لا يعملون بليدة 80 مليون يدير بها مشروع ويعملوا العدد العمال صناعة تقليديا ويعملوا العدد العمال هنا منافسة كبيرة من جهة الصناعة السلع الصينية والسلع التركية وعدد كبير من السلع لأن الإنسان يشوف الشغال بحالة عدنات نحاس تقدر فيه واحد ثمانات طويلة لكي توجد البياسة هذو كل الناس بلايزر كي يشوف البلاسة ويبيع بواحد ثمان بخص وهو فرق كبير بين الصناعة التقليدية وصناعة الألة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة